موسيقى أهلا بكم مشاهدين في عدة جديد من مدار الاقتصاد 13 مليون طن من النفايات يرميها الجزائريون سنويا نسبة قليلة فقط منها تتم رسكالتها لتضيع الجزائر سنويا فرصة تحصيل الملايير من رسكالة النفايات تروى مهدورة تستدعي استغلال الإمكانيات المتاحة حتى يصبح القطاع بديل من البدائل المتاحة للنهوض بالاقتصاد الوطني قبل الحديث حول هذا الملف فنتابع تقرير لزميل سلاف دعمار تمال واسل تزايد تبدير الغذائي خلال الشهر الفضيل وتتزايد معه النفايات المنزلية وبالأرقام علجت المؤسسة العمومية لتسيير مراكز ردم التقني بالعاصمة أزيد من 25 ألف طن من النفايات المنزلية خلال الأسبوع الأول من رمضان وعادة خلال رمضان يتزايد إنتاج النفايات المنزلية بـ 50% أغلبها غذائية ما يصعب من عمليات جمعها وتحويلها إلى مراكز الردم التقني ومن ثم رسكلتها ويعد الخبز من أكثر المواد تبديرا لدى الجزائريين خلال الشهر الفضيل حيث يتم إنتاج 10 ملايين خبز يوميا ثلثها ترمى في النفايات الجزائر تنتج 13 مليون طن من النفايات سنويا ما يمثل قيمة تجارية تضاهي الأربعين مليار دينار جزائري سنويا يستجع منها فقط نسبة قليلة لا تتعدى 7% في ذل نقص مشاريع استثمارية في المجال للحديث أكثر حول هذا الموضوع إذن تحضر معنا سيدة سارة زوروت المكلفة بالإعلام بالوكالة الوطنية للنفايات أهلا بك أهلا شكرا على الاستضافة في بلاتو مدارك نعم شكرا لك ويحضر أيضا معنا سيد عمار برارما مستثمر في مجال تدوير النفايات أهلا بك أهلا وسهلا بك شكرا لك إذن كما شاهدنا في الرابورتاج للزميلة يعني إحصائيات الوكالة الوطنية للنفايات كانت يعني خلال رمضان قالت أنه كمية وإنتاج النفايات يرتفع بنسبة 50% خلال الشهر الفضيل وحتى بصرعة عامة يعني إنتاج النفايات يعني يتزايد بصرعة متسارعان ربما نتحدث في هذا السياق عن إشكالية إنتاج النفايات وكيفية تقليل منها في هذا السياق أولا نحن نقول أنه هذا الرقم أو هذه النسبة التي استخرجت التي هي 50% استخرجت من خلال نظام تستحوذ عليه الوكال الوطنية للنفايات وهو السند نظام معلوماتي الوطنية الخاص بالنفايات هذا النظام يعمل على بحث أو إرسال استمارات لكل الفاعلين في مجال التسيير النفايات على المستوى الوطني يعني بذلك نقول البلديات لديهم علاقة مباشرة مع النفايات البلديات المؤسسات المكلفة بجمع النفايات ونقلها والمؤسسات المكلفة بتسيير مراكز الرد المتقلي كل هذ الفاعلين يقوموا بملء استمارات يزودون بالمعلومات عن كمية النفايات التي تم إنتاجها على مستوى المحيط التعام بعد ذلك تم هناك معالجة أوتوماتيكية لكل هذه النفايات يتم تخزينها ويتم ترجمتها إلى مؤشرات إلى معلومات قابلة للاستغلال تصب طبعا في صالحة تسيير الأمثل لنفايات على مستوى كل محيط أو كل بلدية من التراب الوطني من خلال هذا النظام المعلوماتي نحاول نستخرج الفتارات التي تم فيها إنتاج أو الإنتاج نفايات يبلغ ذرواته يعني كانت خلال رمضان بالنظر ربما لتزايد الاستهلاك أيضا هناك النسب تقول أنه يرتفع بنسبة 5% وحتى ربما نحن مقبلون على موسم الاستياف تتراكم أيضا النفايات في هذه الفترة طبعا كما قلت سيدتي إذن فيه فترات يتم فيها إنتاج نفايات بكميات كبيرة نذكر منها شهر رمضان الكريم يعني ربما أخر الإحصائيات نتحطوا أيضا بلغة الأرقام يعني الكميات لإنتاج النفايات المسجلة هي 13 مليون طن في سنة نفس الرقم ولكن رح يكون هناك رقم 2018 اللي رح يعلن عليه إن شاء الله في الأشهر القديمة هناك ارتفاع هناك ارتفاع طبعا حسب الإحصائيات الأولى اللي رحي عندنا هناك ارتفاع وهناك ارتفاع دائم للنفايات مع مرور الوقت كما قلت هناك الفترة اللي هي العيد الأضحى تكون كمية يكون أمبيك دو بروديكشون دو ديشي عندنا موسم الاصطياف كما ذكرتي وعندنا شهر رمضان إذن في شهر رمضان نحن في هذه الفترات نحاول نركز على الحاملات التحسيسية من أجل التوعية والتحسيس بخصوص محاولة تقليل من النفايات سواء كانت نفايات عضوية أو حتى نفايات جفة بلاستيكية يعني دائما كنت حدثوا على إنتاج النفايات إذا ربطناها بالقيمة الاقتصادية دائما نربطوها بمجال تدوير ورسكلة النفايات سيدي سيدي نتحدث عن القيمة الاقتصادية لرسكلة النفايات خاصة ربما لماذا أيضا أنت كمستثمر اخترت الاستثمار في هذا المجال في هذا القطاع يعني اخترت وانا عندي وجهتين الاول وجهة التكوين تعي لأنه كان حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذه شعار المؤسسة تعنا الإيمان بضعون وسبعون شعبة علىها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أول حاجة إماطة الأذى عن الطريق وثاني حاجة يعني ديت الفكرة تعي من الأزمة لبنان أنه أطحت بربع حكومات وسببه ملقوش ونطيش ونفايات والنقوص الخطر تعنا إحنا يعني مع العلم أنه إحنا نتكلم على 13 مليون طن لأنه المواطن يسهان فيه يعني معدل المواطن الواحد راهو ذوكا كان 750 جرام ذوكا وطلع حتى 900 جرام في حسبه 13 مليون قسمها على 40 مليون هذه بين الحساب بتاحها يخرج تقريبا الحساب بتاحها هذه كاملة زيد أنه نخسره كل عام أكثر من 400 قطار تع أراضي سواء صالحة للزراعة ولا صالحة للبناء ولا صالحة يعني تخيلوا على مدة سنوات قداش راح ينخسرون هكتار يعني إحنا قدما نزيده ونكبره وقدما يزيد ممكن العام الجاي راح ينوليونا نخسره 500 قطار بعدها نوليوه بعد العام الأخر 600 700 ممكن حتى نوصله إذن هذوين رحونا نديروه الإنسان منها نظرنا أنه الاستثمار في ميدان النفايات راح تكون هي مصدر لأنه بما أنه احنا رأنا بلد بيترول احنا البترول هو المصدر الرئيسي المدخول تعنا لماذا لا نحول النفايات بما أنه نكسليريو ربما تحدثنا على تجربتك يعني ربما كمستثمر الصعوبات اللي تتواجهها كيفاش حتى تشوف حتى أنه ربما تحطوا على مردودية هذا الاستثمار كيفاش تقيمها عندك ربما أكتر من 13 سنة يعني وانت تزاول هذا الناشاط احنا الإشكالية احنا نخدموثث حويش نقنعوا الناس باش أنه هذو النفايات ما نقولولها شنفايات بل نقولولها كنس هذي اللي نحاولونا نقنعوا بهالناس والثاني حاجة الشعار ثاني المؤسسة تعنا إذا كنت غنيا فتصدق بفرزك لمستهلكاتك وإذا كنت فقيرا فاجعله مشروعا لحياتك ولنصينا واحد المشروع صغير هكذا ما لقاش ما ملقناش لفكتيف يعني تصدق بزوج بوشنات يعني نبقى في نقطة مردودية لنشاطك يعني اللي تقوم به في رسكلا التأنفايات يعني مجال تحطوا على مجال رسكلا اللي تقوم به في مجال في مجال في مجال نلقوا صعوبات كثيرة أكبر صعوبات أنه ما عندناش لفاكتور داشا لفاكتور دفونت لأنه لأنه مرات تروح للشركات أغلب يعني المتعاملين نتعاملوا مع الشركات الشركة بدل أنه تعطيك فاكتور تعطيك أنبان هذا البان في اكتف ما ما يغطيش ما يجستفيش مع الضرائب وما يجستفيش لفون اللي تحطن في البانك هيا الإشكالية اللي راهي وقع كان علاقة علاقتين بين البانك والضرائب والصناعة أنت محسوب أنك صناعي تدي لزاقريمو وتع صناعي تدي كل شي أنك محسوب صناعي ومحسوب في البنك أنك متعامل اقتصادي ومحسوب في الضرائب أنك تاجر وعندك سجل تجاري لكن في الواقع هذا لما تروح تتقدم تقوله ديليين فاكتور ربما هذ الأمور اللي تخلي أنه يحتى عدد المؤسسات الناشطة في هذا المجال يكونوا يكونوا منخفض لأنه ما عندوش تعليل للمداخل اللي راح يدخلها ربما نبقوا دائما مع يعني النفايات يعني بالإضافة إلى النفايات المنزلية نتحدو أيضا على النفايات الصناعية الجزائر أيضا تختصر أموال كبيرة جراء عدم استغلالها أيضا للنفايات الصناعية أيضا بالأرقام ربما الأرقام أو الكميات المهدورة نحن لرقم الإجمالي لنفايات اللي تم إنتاجها يعني تتيب نفايات المنزلية نفايات الصناعية إلى آخرها هو 34 مليون طن في سنة 2017 طبعا هذه النفايات ما رايش كلها تستغل مع أنه العرفوا أنه القانون يفرض على الصناعيين باش يتخذوا مسؤولية نفايات مسؤولية تثمين النفايات اللي خلفوها من جهة أخرى عندنا المسترجعي نفايات ومورسكي لها اللي هم بحاجة إلى هذا المادة إذن في هذا الصدد كنا قد أطلقنا قاعدة إلكترونية اللي هي برصة النفايات هذه البرصة هي تسمح بربط الاتصال بين مخلفين نفايات لهم الصناعيين نحن نشاهدنا مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي تقوموا بعمليات تحسيس وتوعية كبيرة لتوعية المواطن بأهمية الاهتمام بالبيئة أولا وحتى في هذا القطاع أنه قطاع رسكة نفايز من بين القطاعات أيضا المهمة لأنها تعطي دافع للاقتصاد الوطني طبعا ونعرف أنه في طبع لدينا الصالون الدولي اللي نظموه سنويا لأننا في الطبع الرابعة من هذا الصالون نظموه بالتعاون مع اللاكاسي اللي هي غرفة تجارة والصناعة الجزائرية إذن هذا الصالون عنده زوج طبعات اللي طبع اللي فاتت والطبع القادمة رح يكون الموضوع التعاون يتمحور حول المقاولاتية الدائرية يعني كل ما يخص الميهن المتعلقة باسترجاع واتثمين النفايات في هذا الصالون إن شاء الله في هذا الطبع رح يكون اللي تم تعالى المقاولاتية الدائرية النفايات ومشهور لتطوير تسيير النفايات لأنه نأمنو أنه لما يكون هناك المستوى مرتفع من حيث التكنولوجيات ومن حيث انخيارات شباب في مثل هذه المهن رح يكون استجابة يعني هناك العديد من القطاعات في هذا المجال هناك العديد من المجالات اللي يمكن أنه نستطمر فيها في مجال الرسكلة النفايات التي ترتفع سنويا لكن بالمقابل عدد الشركات ما يزال يعني مخفض وضائل هل البيئة اليوم محفزة لاستثمار في مجال رسكلة النفايات لماذا شباب ربما حتى شباب متشغيل يعني المتحصلين على القروض وغيره لماذا لا يستثمرون في هذا المجال اللي ينوث فيها ثلاث عوائق أول حاجة كما قلت عاق البنكي ثانية حاجة عاق الضريبي ثالث حاجة العاق الجماريك يعني أنا مثلا لقيت شركات باش تجيب تكنولوجيا لأنه احنا معناش تكنولوجيا وباش تجيب آلات لازمك تروح تشري أنا مثلا لقيت تعاقدات في الخارج أنه يعطيوني وسائل لاسترجاع لأنه لقيت مثلا نعطيك مثال مثلا تاعة مودي ديشي نقولها مثلا بولي كوش بي بي تكلفتها أكثر من ربعة مليون دولار ربعة مليون دولار وريسك ما عندكش تكنولوجيا تح أنا لقيت شركات أنه يعطيني يعطيني المؤسسة كومبلي يعني الآلات كومبلي في المقابل في المقابل ما نخلصوش لو روح نشريها نشريها بربعة مليون دولار هو رح يحسبها لي بثنين مليون دولار ومن بعد أنا نعطيها لنرجح حال وسلعة هنا السيغة لما روحت للبنك مكانش للجمركة مكانش فالصناعة مكانش مكانش هذه السيغة أنه مثلا نجيب لأنه باش تستطيع تكنولوجيا لازم تعطيله المقابل هو المقابل يقولك تعطيني الجيزمون تاعك كي تعطيني الجيزمون تاعك أنا نعطيك ما يهمني أنا المشينات أما نجي تشريعلي أنا نبيع لك تكنولوجيا بأعلى الأثمن وكي توصل للهنية ممكن تمشي لك ممكن تمشي لكن بالنظر لهذه العوائق هل الاستثمار في هذا المجال خاصة للشباب بالنظر ربما للمردودية هل تنصحهم أنه هذا المجال هو مجال يعني ناشط فعال يمكن أنه يضر بأموال أنا عندي مشاريع أنا ندرتها للشباب اللي حبي يتصل أو يحبي يستفاد أكثر هنا في ريفاد لونسيتها مشروع بصفر دينار يبدأ مشروع بصفر دينار ما يحتاج جواله وشنهي أنه ويكون عنده مردودية نعم يكون مردودية وشنه يكون عنده مثلا من البلدية طلبنا منهم أنه يجدلونهم شغل ديكارت بش يولي هو يفرز ويقدم كنت يعني اطلقت هذا المشروع في ريفاد هل هناك إقبال مقبل الشباب كان إقبال محتشم لأنه 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 السوق السوق يقول لك رأوا متحكمة فيه مثلا مثل متحكمين فيها للمون النفايات مثلا كما نتقوم كما نظافة يقول لك ممنوع أنك تتوشي هذا فراغ توصلنا مع بلدية من البلديات درنا الاتفاق درنا كلش بسح كي وصلنا في الخلاص نقل النفايات وكيف شرح نديرو قال لك ما عندناش فراغ يعني فراغ قانوني لأنه باشت شاب تعطيلو لأنه إحنا وش درنا درنا لبتي فيلو مع شريطات يقول لي وش ني كل واحد وش يتخصص قال مثلا هو يقدر هذيك الفيلو يتزل ألف كيلو يعني إنطن إنطن يقدر يلمها يعني يقدر يلمها يقدر يدور يتعاقد مع المحلات يقدر مع مع المراكز السكنية مثلا كي تعد سكنة مغلقة قال نديرو لبلاسة نعود نهزمنها يلقينا إقبال عليها بصح نحن تصدمنا أنه ما كانش قانون لي في البلدية ما كان قال لي على أي أساس نحطو خدام عندك وش قالوا لي قالوا لي أي مدكو تديرو في السوسيتي تعي كوانا مش خدام عندي قالوا لا سيروس يعني ربما هذا المجال يعني 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 العديد من النقائس فيه نقائس في لانومو لانومو كلاتور نقائس لانو البلد لذي درها صاحب البلدية يعني رئيس البلدية راح يفرج لكال الوطنية النفايات يعني تعالى بهذه ربما الصعوبات والعوائق اللي يشهدها نشاط تدوير النفايات فيما يخص الوكال الوطنية نفايات هي هنا من أجل عندها مهمة معينة لهي تشجيع الشباب من أجل تدوير النفايات لأنه نحن يعني الغادة قال أنه هناك تشجيع للشباب في ريفاد هناك يعني تشجيع لكن دائما يقولك أنه هناك عوائق وصعوبات العوائق اللي لتتعلق بهذه الشباب هما العوائق متعلقة بمجالة أخرى مش متعلقة بمجال متعلقة بإدارة أخرى بإدارة أخرى لأنه لأنه تتعلق بوزارة الداخلية باش تعطيك أنت كي تروح الدور قدام الأحية بأي صفة تدروه ممكن تسرق يقولك سريك كان يحكموك يضربوك ما عنده حتى صفة مهينية نحن نحوسو نحوسو سواء نكونو ولا نطلحو أرى باش تندير صفة مهنية صغيرة يعني كما يقولك المهنة الصغيرة نعرف أنه عملية تسترجع نفايات أو شراء هذا النوع من المواد لا نقولوش نفايات وإنما مادة يتم على مستوى مراكز أرض من التقني تكون 20 وزن شغ بيع بالمزايدة فيه كثير من المسترجعين نفايات يقوموا بشراء المادة اللي يحتاجوها في النشاط التحام على مستوى مراكز أرض من التقني ولكن فيه كذلك مراكز هنا ندخل في الكاليتي تعلنفايات أو الكاليتي تعلن المادة اللي يقوموا بإعادة تصنيعها أو تدويرها لما يكون هناك مركز أرض من التقني يستحوذ على مركز فرز مش نفس الشي لما يكون مركز ما عندوش مركز فرز يعني كل النفايات تكون تختلط وكين شكوى من قبل يعني ربما النفايات الصالحة اللي رسكلا تختلط تختلط مع النفايات العضوية لما يقوموا بيبيع هذا سوفام دوبال لما يقوموا بيبيع هذه مكعبات كبيرة من النفايات لما يقوموا بيبيعها بالمزايدة للمورسكيلين تكون يقول لك المسترجع النفايات يقول لك أنا يا استفد فقط من 50% أو 40% من هذه المدار اللي خلصها خلصها توتالية أو الإجمال اللي يتعال ممكن نعطيك لما ترفع النفايات من البيت إلى مركز الردم ويديرها حتى ويدير يكون سنتر دوتري راح تكلف الدولة واسمه 100 دينار للكيلو غرام مثلا في البلاستيك يكلف الدولة 100 دينار بعدها الدولة تبيعه بـ 30 دينار أو بـ 25 دينار أول حاجة الدولة خسرت لأنه لا لأنه نقل وفرز وليقول هذه على عاتق الدولة تقوم به المراكز الردم ومن بعدها كيتهز تبيعه أنا نديه مثلا أنا أنا جيت نستثمر نستثمر نشريه نشريه من عنده C.O.T نشريه ليس وش يزيدي يكلفني أنا أودي يكلف الدولة 100 دينار يزيدي يكلفني الغسل والفرز والتنقية باش يعطيني يعني بالنظر لجملة نعم هذه هنا نعم بش نعطيك بش نعطيك بش نعطيك بالنظر ربما سيد برارما للمشاكل يعني منها هذا القطاع كانت يعني وزيرة البيئة في السابق قالت أنه ربما سيمكن فتح مجال الاستثمار للاستثمارات الأجنبية يعني هنا في الجزر فتح لها المجال بالنظر ربما لضعف الشركات الوطنية وضعف الاستثمار في هذا المجال هنا يعني محليا بالنسبة الاستثمار الأجنبي الاستثمار الأجنبي يحب أرقام يحب أماكن يحب عمل لازم شبكة 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 لغ أنا وش قلت لك التكملان لهذه لتعلي الاستثمار كيعود كيعود الدولة يكلفها مية دينار المستثمر الأجنبي ما يقبلش تكلفه مية دينار لازم يتكلفني عشرة دينار باش نبيحها بثلاثين دينار بعد ما ندير لها التكلفة تح أما الدولة اللي راه لأنه لا مكانش ميكانيزمات اللي راي تمشي لأنه إحنا مثلا كيما يقول لك أنفقنا الأموال من أجل نجيبوا ماشينات نجيبوا لكن باش نديروا مثلا كيما يقول لك لو تلعي أنا أنا متعاقد معه واسمه سنتر التكوين مثلا بوغارة متعاقد معه باش نجيب باش يجيوني متكونين نكونهم ويتكون لنصيناها عندنا عامين عبال قده جونا جونا ربعة ربعة لا لأنه أول حاجة أول حاجة يطلبوا المستوى نهائي يعني هو نهائي يزيد يزيد عامين اللي يقراهم في الأخر توليه جامعي جامعي ما يقبل لك شي يفرز لك النفايات لكن احنا واش الضمان ديناهم قلنا لهم ديرونا ديسيكسيون تاع اللي عنده سنة أولى اللي ما عنده ش نيفو كامل هذو هما احنا في الجزائر كاملة مكان حتى معهد لعلمك كيفاش تفرز مكان والو ها إذن فقدوا الشي لا يعطيه دونك احنا مثلا لكن يمكن أيضا في هذا المجال يمكن الاستفادة من الخبرة الأجنبية لأن هناك دول يعني رأي داف هذا المجال ربما تبني حتى اقتصادياتها بتدوير ورس كالت النفايات الأجانب رأي 51 و 41 كي يدخل الهنايا الأجنبي يدخل لك القيمة كبيرة يقول لك أنا جبت ديزنفستيسور إماراتيين جبت ديشينوا يقول لك أنا ندخل لك مليون دولار مئة مليون دولار ولا مئتين مليون دولار أنا منين نجيب مئة مليون ماش نجيب مئة مليون اللي مقابلاته منين نجيبها أول حاجة ثاني حاجة هنا النطاقات شدينهم لسيوتي كومبلي تمام دايرة النظام تاع الاستغلال مديرته مديرته الدولة أنه ما أخذتها على عاتقها أنه ما شركتش المستثمر باش يتعاون معها لو أنه كانوا مثلا فتحوا مثلا في السيوتي أماكن مثلا أنا الروح لأنه ضك الوقت الحالي السيوتي عندهم كما يقول لك مرسوم مرسوم رئاسي مرسوم رئاسي مرسوم رئاسي باش يدي يدي رخص لكن المستثمر ما عنده حتى مرسوم أنك تروح أنا شريت أكثر من قطعة أرض ندير عليها ندير عليها واسمه ديزيتود ندير عليها أمورات تخرج مش مقبولة هاي خسارة نروح تكري كيف كيف تروح تدير كيف كيف هذا هذا تجير تصادم أمتون في الأماكن اللي مخصين إحنا وشرا ننطالبو نطالبو أنه كتديرو لزونة انديوستريال ديرو خصو قطع أراضي لرسك والفرس كي تبنيو ديرو أماكن جمع النفايات لو نحن نشوف ذوقا مثلا مدينة مدينة الجديدة اللي رامي ديرها في بوينان درتها كامل مكانش مكان النفايات منزوعة من رأس تنديشكم بعد ما يدخلوا الناس هاي عندهم ذوقا إشكالية نعم نعم نبقى دائما مع استرجاع النفايات إذا عدنا إلى الورق كان هناك مشروع لإسترجاع النفايات الورقية في الإدارات والعديد من الوزارات انخرطت فيه أين وصل هذا المشروع والكمية المسترجعة إلى غاية اليوم إذن فيما يخص هذا المشروع تم وضعه على مستوى عدة وزارات يعني استهدفنا كمرحلة أولى الوزارات من أجل أنها تقوم بتعميم المشروع على مستوى المديريات لتبع لها طبعا تم فعلا وضع المشروع على مستوى الوزارات تم وضع على مستوى كل مكتب من هذه البنايات سلات من أجل فرز نفاياتهم الأخرى من نفايات من الورق يتوجه طبعا هذه النفايات إلى مرسكي ليقوموا بتثمين هذه النفايات الورقية كما تم وضع المشروع كذلك على مستوى جامعات مثلا نذكر جامعة سيدي بالعباس جلالي يبس لتم فيها وضع هذا المشروع على مستوى كل الجامعة على مستوى للابوغاتواغ خاصة لأن المشروع يحمل طبع استرجاع نفايات من الورق على مستوى الإدارات ولكن عنده كذلك على مستوى الجامعات نقول أنه على مستوى للابوغاتواغ أو المخابر عندهم نفايات خاصة لعندها طرق معالجة خاصة بها إذن يكون وضع للحاويات توضع بطريقة مختلفة حتى العدد يكون مختلف على مستوى هذا الرقم المسترجع نحن نتحدث نقاط على الرقم المسترجع ربما هذه السنة على مستوى الإدارات العمومية والوزارات لسجلته هناك أرقام خاصة بكل إدارة ولكن الرقم الإجمالي اللي متعلق بكل الإدارات هو راح يتم تحضيره إن شاء الله عن قريب نعم إذا عدنا إلى نعم نعم تفضل كان واحد إشكالية فقط هي أنه كما يقول لك كيديرو حملة حملة تكون حملة نصف ونصف الآخر الإشكالية القانونية والإشكالية يديه هنا اللي تبقى المشكلة هنا تبقى علامة الاستفهم لأنه مثلا لما تدير مثلا الوزارة يدير مع من تتعقد كيف تتعقد هنا اللي نحن نلقوا المشكلة مع من تتعقد كيفاش تتعقد وأهل بيونت ولا قراتوي كان بعض اللي يقول لك مثلا هو يكتشف مثلا إدارة تكتشف باللي راه يتخرج في الشهر تخرج إن طن مثلا في السمانة تخرج إن طن كان هناك مشروع أنت خرطت فيه عشر وزارات نعود إلى نقطة فقط أنه حسب بعض المستثمارين أيضا وأراءهم الاستثمار في رسكلة المطاط والكارتون صعب مقارنة تاني يقول لك برسكلة البلاستيك والورق إلى جانب هذا المجالين ربما المجالات اللي يمكن أيضا الاستثمار فيها وإعادة رسكلة نفايتها لتجوفوا أنها تقدر تكون عندها مردودية في السوق الوطنية نحن الإشكالية والراهي نحن نحبه دايما السهل السهل الممتنع وإنما معنتها مثلا البلاستيك لأنه كل المنتوج لدينا بلاستيك وكل مساهل للشراء لكن لما تكلمت مع ذلك لو أنه يديروا لما ديروا 13 مليون طن 13 مليون طن يديروا كم يتكلف الدولة ويقسموها على نصف ويديروها كالتحفيز لهذه المستثمرين راح تنقص الديميني الإنتاج لتحل الحد مثلا نقولها 13 مليون كان نحن نقوله يعود كل يعني الطن يكلف يكلف مليون برك هيا عندنا أكثر من 130 مليار يعني 130 مليار تخسرها سنويا بلوز الأرض قد تكلف نحن هذا كامل لو أنه تدير الوزارات الوصية كاملة يديروا اتفاق ويديروا ويديروا كيفاش يعاونوا الشركات لأنه هما في الإطرانجي باش وصلوا الدرجة أنه ضحاوا مثلا نعطيك مثال تجربة تجربة إيطاليا باش تنحي لينفورميل نحن ضق لينفورميل يراه كين يعني إذا تحدثت على الدول المتقدمة في هذا المجال كيف نجحت يعني في النهوض بهذا القطاع هما نجحوا المرأة ما الذي يميزها ربما على هنا أنه جزائر رغم أنه كمية نفية مرتفعة أيضا هما رفعوا المواطنة إحنا الإشكالية تعنا أنه العاتق كلش على الدولة هما لهيها لا مشي العاتق على الدولة أنه ذقتها مثلا تروح مثلا تروح الألمانيا تروح الفرنسا تروح لهم أنك عندك تاكسة بي هذيك لا تاكس تروح هذيك للوزارة البيئة ما تروحش مثلا مثلا وزارة ما عندهش تروح الوزارة أخرى إحنا ما لا هي تروح الوزارة البيئة ووزارة البيئة هي الدير تقسيمة أو مش حتى توصل الوزارة البيئة المكلف في البلدية هو هو اللي ملزم بها أنا كنحي لك أنا عندي مشاريع تعبش تكون في البلدية سفر سفر ذاك كانت عندي إشكالية إشكالية واحدة في اللي كنت ما كملتش الدراسة تاها لديشي أورغانيك ضوقة لديشي أورغانيك لقيت لها الحل يعني إن شاء الله عن قريب راح ندير تكوين في الخارج باش نجيب هذه التكنولوجيا الإشكالية هنا قلت لك احنا زوج حويت أنه ما نقدرش نجيبه تكنولوجيا نستورده تكنولوجيا إذا ما ضحيناش واحدة ما نقدرش نديره توعية إذا ما كانش المقابل المواطن يقول لك وش المقابل اللي تعي أنا يا أنا كي نفرز لك وش المقابل تاعي اللي المؤسسة هذي تعال تعالرسك هلا يقول لك وش المقابل تاعي كي نولي أنا يا أنا مثلا نستثمر مئة مليون مئة مليون نروح نخدمها نروح نخدمها شاربات نروح نخدمها ذاك ونستفيد أكثر أول حاجة ما نشفى النفايات لأنه لأنه فيها ثف عوائق العائق الاجتماعي أنت وش يخدم بابك آه يخدم في الزبالة لو وضعنا إسقاط على تجربتك الشخصية بما أنك مستثمر في هذا المجال أنت تتحدث على عوائق وصعوبات كبيرة فيه أنت كفش كمستثمر أنك قدرت تجاوز هذه العقوبات خاصة أنك قلت لي أنك عندك 13 سنة في هذا المجال نعم أنا تعديتها بزوج حويت أنا تعديتها بزوج حويت مطلعك حديث الرسول ثاني حاجة فيها فيها يعني مداخيل بسحل المداخيل مش تع أنا كنت كنت مصمم مصمم عطور يعني شي مست في العطور درت لامبورتاشيون درت لاخر لكن أنا وين لجيت راحتي راحتي أني نحي الأذى على الناس ونحول إلى قيمة اقتصادية نعم هذا هو العطاء أنا عندي رسالة عندي بصمة كي نحط بصمة تاعي أني وش يكون نكون رائد من الرواد النهضة واسترجاع ثقة المواطن نعم بي بي الاستفادة لأنه إحنا العقلية نتعنا أنه هذه نحطها بالليعب كي نحيو العقلية تعالي العب أني نوليوها باللي راهي ثروة رك تطيعش بها نعم تقدر تتصدق بها أنا وش قلت لهم مثلا كينا المواطنين نقول له أخويا ما عندك شتابه تصدق دراهم تصدق بفرز هذو كنفاية كيما قلت لك درنا درنا حاجة بسيطة جدا أنك تصدق بزوج ولا خمس بوشونات بيدونتها خمسة يطرات يتصدق فيها كي تتلم تديها الجمعية ولا تديها الواحد محتاج تعطيها له قلو اسمع هاك بيها مثلا كيما نقول لك الكيلو راهو يدير مثلا طرواميل أنا أعطي لك خمسة كيلو خمسة كيلو في طرواميل هاي عندك خمسة عشر هلف تخيل يعد عنده مئة بيدون ومئةين بيدون وثلثمئة بيدون يعني الجمعية يقدروا يستفادوا بها أنا كدرت الحساب الحساب بتاعي برك أنه غير بوشونات برك اللي فيها دو جرام عندك ثمنتاشن مليار في العام تروح ثمنتاشن مليار سنتيم رقم كبير ثمنتاشن مليار سنتيم نعم يعني هناك أرقام مهضورة يعني تروح لعوض الاستفادة من هذا النشاط تحدثنا على الجانب الاقتصادي لرسكلة النفايات ربما كآخر سؤال نتحدث على الجانب البيئي العديد يعني من الخبراء يطالبون بإعادة النظر في مراكز الردم التقني الوكالة الوطنية للنفايات كيف ترافقون هذه المراكز للحفاظ على البيئة إذن في هذا الخصوص أولا عندي تدخل فيما يخص تجربة تجربة الجانبية نعرف أنه ألمانيا مثلا نعطي مثال فقط ألمانيا التي تعتبر أنليدغ في مجال تسير النفايات مثل أعلى في مجال تسير النفايات في أوروبا خددت منها من الانتقال من الاقتصاد الخطي اللي هو الانتاج الاستهلاك والتخلص من النفايات إلى الاقتصاد الضائري اللي هو انتاج النفايات استهلاك عفوا انتاج المواد قيام بالاستهلاك ثم تخليف هذه النفايات وإعادة تدويرها لما انتقلوا من هذه المرحلة إلى المرحلة الثانية خدا منهم أكثر من 25 سنة يعني نقول حتى في الدول المتقدمة اللي عندها تكنولوجيات متطورة خدت منهم وقت من أجل التأقلم من أجل انخيرات جميع الفاعلين لأنه لما نقول اقتصاد ضائري عندنا المواطن اللي يقوم بتخليف النفايات لازم يقوم بعملية الفرز بعد ذلك هناك الجهات اللي تقوم بجمع والنقل لازم توظف شاحينتين أو أكثر من أنجل جمع النفايات بطريقة كل شريحة على حدة عندنا كذلك فيما يخص انخيرات شباب في مجال النفايات يعني كل هذه عناصر نجم تكون موجودة من أجل ضمان الانتقال نحو الاقتصاد الضائري عودة إلى سؤالك فيما يخص مركز الردم التقني نحن الوكالة سواء كان مرافقة للمراكز الردم التقني أو للبلديات أو غير ذلك لكل الجماعات المحلية فيما يخص مراكز الردم التقني نحن نقوم بدراسة إنشاء واستغلال هذا النوع من المراكز إنشاء هذا المراكز يعني وضع أو إنشاء الحفر اللي تم فيها ردم النفايات أولا نقوم كذلك بدراسة من أجل تزويد هذا المراكز بمحطات لمعالجة عصارة النفايات لنعرف وأنها مادة سمة وسمة جدا يعني سواء للأرض للسول حتى للمياه الجوفية وهي بصفة أساسية سبب رئيسي التي تؤدي إلى انبعاث روائح الكارهة من مراكز الردم التقني يعني تقوم بالمرافقة تقوم بمرافقة تقنية لهذا النوع من المراكز حتى أنه قمنا بدراسة مع كوريا الجنوبية من أجل كذلك وضع فرز أوتوماتيكي سينات من أجل تثمين النفايات الجفة القابلة للتدوير ولكن لما يكون هناك عمل تثمين النفايات نحو الطاقة نعرف أنه يتم حرق كل هذه النفايات ثم تثمين ما ينتج عنها وتحويل إلى الطاقة يعني هنا في هذه المرحلة لا يهم إن كانت النفايات قمنا بفرزها أو لا نعم شكرا لك سيدة سارة تازروت الاختصار لا لا اختصار كان حاجة فريد أبرو لماذا لا نستفيد من تجارب جداتنا وأمهاتنا في القديم كانت أمهات ساعنا هم يديروا الرسكلة بدون ما يعرفوا بلا ما قرأوا في جمعة هارفاد ولا قرأوا في الجمعة كانوا لهذه دورة كيت ذاك يخسنها يرود عليها كيتطول شوية ينحلها صفتاحة يجعل الجلد هذك يديروا ماداس والصف يديروا مخدع عندها الفخار كيتكسر تلمو 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 تدير هيا يدير رسكلة في البيت مثلا فضلت نفية الحيوانات كانت تحكمها وتضربها في الحيط تيبس تيبس ومبعد تطيب بها الخبز طيب بها الطعام الطيب بها الطاقة نحن حبذ لو نأخذ تجاربنا من عندنا لأنه عندنا مصادر يعني عندنا مصادر ثقافية مصادر يعني بيئية يمكن استفادة منها نستفاد منها شكرا لك سيد عمار برارما مستثمر في مجال تدوير النفايات وشكرا لك أيضا سيدة سارة تازروت المكلفة بالإعلام بالوكالة الوطنية للنفايات شكرا جزيلا لكم السلام عليكم مشاهدينا اشتركوا في القناة